الانشاز وحركة 2300 رياضي من الإمارات وخارجها وكلت اللجنة المنظمة للبطولة قد أنهت استعداداتها لاستقبال المشاركين للمشاركة في ثلاث مسابقات هي السباحة لمسافة كيلو متر وتسعة مائة متر والدراجات الهوائية لمسافة تسعين كيلو مترا والجري لمسافة واحد وعشرين كيلو متر ومائة متر لتبلغ المسافة الإجمالية مائة وثلاثة عشر كيلو مترا في شواطئ وشوارع وممرات الجري بدبي واستعدادا لهذا السباق فقد تابع سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد إنهاء كافة إجراءة التسجيل المشاركة في البطولة وفق اللوائح المحددة من قبل اللجنة المنظمة كما قام الفريق بتسلم كافة المعدات إلى اللجنة المنظمة وذلك طبقا للوائح الخاصة بهذه البطولة وأكد سمو الشيخ ناصر أن الفريق البحريني وصل إلى مرحلة الإعداد النهائي إلى هذه البطولة خصوصا في ظل الحصص العديد التي خاضها أفراد الفريق في الفترة الأخيرة مشيرا سموه إلى رغبة الجميع في تحقيق مشاركة إيجابية تكون دافعا لخوض المزيد من التجارب في المستقبل القريب وتقديم الصورة المثالية في هذه الأجواء العالمية ووسط الكامل الكبير من المشاركين في بطولة الرجل الحديدي بدبي وأشار سموه إلى أنه ثمة آمل واسعة وطموحات عالية يدفعها الحماس والاندفاع لتحقيق الأهداف المرسومة التي جاء من أجلها الفريق مؤكدا أنه شخصيا يسعى إلى تقديم الصورة مثالية في هذه المشاركة والعمل على إنهاء البطولة في زمن متميز من أجل ترك بصمة واضحة في هذه الفعالية الدولية من جانبها أكد سموه الشيخ خالد بن حمد استعداده للمشاركة في السباق بعد دخول سموه في عدة تدريبات جدة من أجل المشاركة مشيرا سموه إلى أن تواجده في هذه البطولة سوف يكون بفريق ثلاثي بحيث يكمل كل متسابق الآخر وأشهد سموه بقيادة سموه الشيخ ناصر بن حمد وحرصه على دعم ومتابعة كافة المتسابقين من أجل تشريف مملكة البحرين في هذه البطولة الدولية كما نجح سموه في قيادة الفريق عبر البطولات السابقة واضف سموه أن هذه البطولة فرصة جيدة لإبراز مدى التطور لرياضة الرجل الحديدية في المملكة بعد أن أصبحت موطن هذه الرياضة في الشرق الأوسط هذا وقت شارك أنجل سموه الشيخ ناصر بن حمد كل من سموه الشيخ الشيما بنت ناصر وسموه الشيخ حمد بن ناصر وسموه الشيخ محمد بن ناصر الخليفة في سباق الأيرون كيدز بجانب العديد من الأطفال الذين شاركوا في ثاني مشاركة لأنجل سموه وذلك بعد المشاركة الأولى في بطولة البحرين الدولية للشرق الأوسط والتي أقيمت في ديسمبر الماضي وقد حقق أنجل سموه المركزين الثاني والثالث